اهلا بحضراتكم الجديد وخلينا نروح لأرض الملعب وزمنا فرقو صلاح ولقاء مع المدير الفني كابتن طارق محروس اتفضل فرقو من جديد أجد التحية بالكابتن عيسام السعيد ووضيفه الكابتن ياسر صلاح وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة التعقنات النادل آلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادل آلي على فريق سبورتينجي بنتيجة 37-35 يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الكابتن طارق محروس المدير الفني الفريق النادل آلي كابتن طارق برحب حضرتك على شاشة التعقنات النادل آلي يعني يا ناس عيد أن أنت معي النهاردة مجهور كبير جدا مبزول من الكابتن طارق محروس مع فريق الاهلي لكورتلياد مرحلة صعبة جدا جيل جديد وفريق جديد وأمور جدد كتير جدا وتطلعه كتير جدا لجماهير النادل آلي منتظرها من فريق كورتلياد بوجود الكابتن طارق محروس أولا بشكرا حضرتك على اللقاء ده وبسلم عليك كابتن هيسم السعيد الرجل المحترم والكابتن ياسر صلاح في الستوديو الحمد لله رب العالمين على النتيجة دي النهاردة زي ما قلنا احنا عندنا طبعا عناصر نقصة كتير في الفريق العناصر دي اساسية مش عناصر حتى حتى يا طيلي عناصر اساسية ومش موجودة الاولاد قدوا ده الشوت هايل الشوت الاول واول عشر ده من الشوت التاني طبعا بعض الناس هتكون زعلانا مننا على العشين دي الاخيرة ده وضع طبيعي المجموعة اللي لعبت في الاخر دي بقالها فترة كتيرة ما بتلعبش مجموعة من العناصر الصغيرة لازم اديهم لان انا لسه عندي على نهاية الدورة حوالي عشر عشر احداشر ماتش ما يضمنش فيه اصابات لو ما قدرتش اديهم دلوقتي وانا كسبان في الاسكور ده هتبقى عندي مشكلة لو حد حصل لقصابة هلاقي اللعيب اللي انا محتاجهم مش موجود معايا في الملعب وبالتالي بديله ودلوقتي يغلط ديله تاني عشان نقدر ما نكون محتاجينه في اي وقت من الاوقات لو قدرت لو حصل اصابة نقدر نكون وقفين احنا الحمد لله تطميننا على من المجموعة اللي تقريبا بتعتبر من اساسيين طبعا فيه حاجات كتير حصلت يعني احنا المنظة مثلا ما بدناش بقسامة الجزيرة ليه لانه راجع من اصابة كورونا فبديناها في نهاية الشوط الاول ثم بداية الشوط التاني وهكذا حاولنا نعمل تدوير ونعمل في الملعب من خلال اللعب والحمد لله ان احنا كسبنا المباراة النتيجة بالنسبة لنا نتيجة كويسة بالنسبة للعناصر الموجودة وبعتذر لجمهور النادي الاهل التاني على العشرين دقيقة اللي في الشوط التاني لكن لو انت قاعد مكاني في الكرسي محتاج انك تجهز كل لعيب ادي له انا كسبان عشر تجوان اوما الهد اللعيب امتى فادي له انا كسبان عشان اما يغلط ما يقصرش عليا في النتيجة كابنطاري بتتكلم باللسان المشجع الاهلاوي بطول انا بعتذر لجمهور النادي الاهلي بس هنا عايزين نكون منصفين في ظل الغيابات اللي عندك دي واننا حقق عدد من الاهداف ويكون عند الجاهزية الفنية دي والجاهزية البدنية لا ده دور كبير جدا واننا عند اللعيبة كلها على مستوى 1 دور كبير جدا لكابنطاري محروس والجاهزة الفن والله هو الجاهزة الفن بصراحة فترة الفاتت الناس اشتغلوا وانا مش موجود وادوا اداء عالي وانا بشكرهم لان ما فيش ايدي اللي وحدها بتسقف كل الناس بتشتغل ونادي الاهلي زي ما بيقولوا بما حضر انا بشكر اللعيبة اللي قدت النهاردة عندنا مشوار طويل زي ما قلنا وبنقول وبإذن الله بفترة جاية يعني انا وعد جمهور الاهلي ان المستوى هيبقى احسن والاداء هيبقى احسن احنا دلوقات بفترة ان احنا بنشحن اللعيبة عشان تنح تخلص على الدوري وتقدر تكسبه وبإذن الله الشحن المعنوي والفن اللي احنا شغالين عليه ربنا يكرمنا ويمنع عنا الاصابات لان انا خلاص استويت بالاصابات كبتن طاري انا عايز استغل حضرتك كلمة الجمهور النادي الاهلي انا عارف ان انت قريب من جمهور النادي الاهلي وجمهور بيسق في كبتن طاري محروس كبتن طاري محروس في مرحلة البناء دي اللي احنا بنشوفها وحقها النتائج دي عايز تقولين الجمهور النادي الاهلي عايز اقولكو اصبروا بس على الاولاد دول انا متوسط عمر فرقة 23 سنة ما فيش فرقة في العالم متوسط عمرها 23 سنة وبتنافس على بطولات في كل مرحلة بتلعبها اصبروا علينا انا عندي اتنين لعيبة بس خبرة والبقية صغيرين المستقبل النادي الاهلي وكل الدنيا وكل المهتمين باللعبة وكل الناس بتقول بتقول الفرقة دي اعتبارا من الموسم القادم لن يقف امامها اي فريق في العالم مش في مصر بس عمر 23 سنة اولاد كلهم صغيرين طلعين مع بعض قدامك انت عشر سنين باذن الله مش هتخسر اي بطولة اصبروا عليهم ماينفعش اللعيب وهو طالع صغير انقضه ماينفعش اننا يعني احاول اقصر من شغله لانه هو هو في الاول وفي الاخر بيقرأ انا شخصيا اللي عندي فيسبوك ولا عندي تويتر ولا عندي حاجة ولا ببص ولا ابدأ ليه انا شغال في شغلي ومعايا جهازي نسمع عنهم بعض وبنشتغل في الملعب انا مشكلتي ان انا بلاقي لعيب جاي في التمرين منكسور مالك كاب قالوا علي كذا اصعام العيب ما تقروش مش هقدر امنعهم لو سمحتم شجعوهم دول ولادكو طري المحروس قاعد السنة دي مش قاعد بكرة مفيش حد مخلط في النادي الاهلي النادي الاهلي لشعاره وجمهوره ملكمش دعوة بطري المحروس خليكو مع فرقكو شجعوا فرقكو فرقكو دي ابطال شجعوا اللعيبة ملكمش دعوة بي انا بقدي دوري ربنا يكرني اكسب بشكر ربنا مكسبتش ربنا اللي بايد بس انا بقول لكو انا بديكو جيل تكسبوا عشر سنين قدام ارجوكو شجعوهم شجعوهم دي فرقة هي دي امل النادي الاهلي والله عشر سنين ما هيخسروا الطلب بإذن الله انا بشكر حضرتك يا كابتن طارق وزا ما قلت كلام طالع من مش اقول قلب المدير الفني لكن قلب مشجع اهلاوي منتمل كان النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين انا دخلت النادي الاهلي عندي سبع سنين عندي دلوات سبعة و سنة خمسين سنة خمسين سنة جوة جدران النادي الاهلي كل حب الطراب انا على راسي من فوق النادي الاهلي هو اللي عمالني ما قدرش اقوله اكتر من كده وبشكر الجمهور النادي الاهلي انا الاول مرة اقف قدام الكاميرا محبش اقف قدام الكاميرا كتير بس انت عشان طلبت مني كده وانا عايز اوصل رسالة دي لجمهور النادي الاهلي اقفوا وجنب لعبكوا اللعيبة دي نجوم مستقبل بإذن الله شكراك كابتن طارق وربنا ديك الصحة كابتن طارق شكراك شكراك كابتن هيسم اعتقد كلام مهم جدا وكلام في غاية الاهمية مش اقول من المدير الفني للنادي الاهلي للكابتن طارق محروس اقوله لكن اقول لقبل اللاعبين كابتن طارق بتكلم في خمسين سنة عايزين نقول له انت لسه شبابها كابتن طارق يعني مبرى كبيرة وكلام كتير جدا اعتقد حداك ليك تعقبات كتير جدا على الكلام المهم جدا اللي قاله كابتن طارق محروس في هذا اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سبورتنج بنتيجة سبعة وتلاتين خمسة وتلاتين من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسم السعيد زمان العزيز فروس الله من أرض الملعب شكرا جزيرا كابتن طارق